السلام عليكم تطورات جديدة فيما يخص قضية حاكم زياش والنصر السعودي صحفيين سعودين لقراب من نادي النصر السعودي خرجوا شيء ضرعو دكش اللي وقع بين زياش والنصر السعودي تجدد المفاوضات مرة أخرى بين زياش ونادي النصر السعودي في التفاصيل تقارير صحفية سعودية من صحفيين لقراب لنادي النصر قالوا تفاصيل لوقع بين زياش ونادي النصر السعودي قالوا بأن فاشل انتقال حاكم زياش إلى النصر ماشي بسبب الفحص التبي ولكن بسبب أن نادي النصر طلب من زياش أنه يمشي لمدريد بحضور طبيب نادي النصر ويجتاز الفحص التبي زياش ما بغاش هاتشي قال لهم إلا بغيته نمشي لشي بلاصة نمشي لمغرب واندوز تم الفحص التبي فهذا هو اللي يوقع بين زياش ونادي النصر أيضا هاتش الصحفيين يضروا على أن المفاوضات جدت مرة أخرى بين زياش ونادي النصر فبدأوا كي يضروا مرة أخرى في هاتش اليومين حول صيغة بعض البنود اللي ما كانوش متفقين عليها وحول فين غايمشي لدوز الفحص التبي فهاتش الي اوقع في هات الأيام الآخرة اللي افرازكم السلام عليكم اشتركوا في القناة